محمد المسد وقد درسنا طلابنا وطالباتنا تحت القصف وكذلك كان الموت دائما أمامنا سبعة عشر طالبا وطالبة كرموا خلال الحفل معظمهم عانوا مشقة الحصار في حمص قبل تهجيرهم إلى الشمال السوري ورغم الظروف القاسية وقلة الإمكانيات المتوفرة لديهم تمكن الطلاب من اجتياز الاختبار وأي شيء بلا الصعوبات ما بيستمر الخاصة طلب العلم طلب العلم بحاجة الإنسان يكون صابر ومثابر لحتى ينال أقل شيء أقل شيء درجة بسيطة من درجات العلم والعلم واسع وبحر ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأول درجة إلنا أن تخرجنا من كلوية الشريعة في جامعة حرب الحرة كنت أدرس الشريعة في رف حمص الشمالة وكنا محاصرين ولاقينا العديد من الصعوبات في رف حمص الشمالة الحمد لله رب العالمين خرجنا إلى المناطق المحررة في الشمال واستطعنا أن نستمر في الدراسة في جامعة حلب المحررة التي فتحتنا أبوابها شخصيات دينية وثورية حضرت الحفل هنا تجنى ثمرة زرعت بذرتها في حمص ليسجل الطلاب أسماءهم كأول المتخرجين من جامعات الثورة السورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر